اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التسبيح وصلنا لجزء مهم جدا من اجزاء القداس الالهي وهو جزء تقديم الحمل بنسميه طقس تقديم الحمل لانه عبارة عن جزء بيغطي من اول صلاة قانون الايمان اللي بنصليه في نهاية صلوات الاجبية وانتهاءا بتحليل الخدام الجزء ده كله على بعضه بنسميه طقس تقديم الحمل والحقيقة هو من ضمن اجزاء القداس اللي فيها حركات تقصية ليها معاني وليها رموز ومن ضمن اجزاء القداس اللي اتطور فيها الطقس على مدار الزمن لكن خلينا نبقى مركزين في الطقس اللي بيحصل في عصرنا الحالي عرفنا انه اجزاء القداس هي عبارة عن محاكاة لقصة الفداء وجزء تقديم الحمل بيحكي لنا او بنقصد فيه ان احنا نعرف خطوات رحلة الخلاص ماذا تم في رحلة الخلاص فبعد ما صلينا المزامير في الاجبية اللي هي فيها نبوات عن التجسد وبنبقى قصدين انه الحمل يكون موجود في الكنيسة علشان يبقى المشهد موجود فيه الرمز والمرموز اللي هي النبوة وتحقيق النبوة اللي هو الحمل اللي بعد شوية هيبقى هو جسد السيد المسيح وفي خلال طقس تقديم الحمل بنختار احسن اربانة في الحمل عشان المسيح هو حمل الله الذي بلا عيب واحنا ماشيين في هذا الطقس نشير الى صلب المسيح ودفنه ووضعه في القبر حتى لحد الختم اللي تختم به قبر السيد المسيح كل الخطوات دي بنحكيها او بتحكيها الكنيسة في طقس تقديم الحمل لكن قبل ما نعرف ونتعرف على الخطوات والطقس ده خلينا نعرف الاول ايه هو الحمل ايه هو الحمل اللي احنا بنقدمه في الطقس بتاعنا اول جزء من اجزاء الحمل هو الاربان الاربانة اللي بنقدمها في الكنيسة الكنيسة قصدت ان كل ما في الاربانة يشير الى السيد المسيح انه منطقي ان الاربانة دي بعد شوية في القداس هتتحول الى جسد المسيح الكنيسة قصدت في طقسها ان كل ما في الاربانة يشير الى السيد المسيح من ناحية شكلها من ناحية مكوناتها من ناحية طريقة صنعها من ناحية الختم اللي عليها كل حاجة في الاربانة هتشير للسيد المسيح فتلاقينا بنعمل الاربانة مدورة شكل المستدير او الارص ده هو الشكل الهندسي الوحيد الذي ليس له بداية ولا نهاية اشارة الى الله السرمادي السرمادي يعني ملوش بداية وملوش نهاية وعلشان كده حتى وهم بيعملوا الاربان تبسط لقوهم استعملوا حاجة حديثة كده في الكنيسة اسمها الطوق الطوق ده بيعملوه بناء على حجم الاربان اللي احنا عايزينه فيحطوا العاجين في الطوق ده علشان يحرسوا اللي بيعملوا الاربان يحرسوا ان الاربانة تطلع مدورة والاستدارة بتاعتها تبقى مزبوطة علشان اشارة الى الله السرمادي الابدي الازلي الذي ليس له بداية ولا نهاية بنسمي المكان اللي بتعمل فيه الاربان بنسميه بيت لحم مكان مخصص في الكنيسة مخصوص لصنع الاربان بنسمي المكان ده بيت لحم اشارة الى المكان اللي ولد فيه السيد المسيح لما بنيجي نعمل العاجين بتاع الاربان بنستعمل الدقيق والمية طب اي نوع دقيق لازم يكون دقيق الامح دقيق الامح فقط هو اللي بنستعمله في صنع الاربان صنع الحمل اشمعنا دقيق الامح لأكتر من سبب السبب الاولاني انه السيد المسيح شبه نفسه بحبة الحنطة الحنطة اللي هي الامح والسبب التاني انه المسيح هو خبز الحياة قال على نفسه انا خبز الحياة والخبز بيصنع من الامح والحقيقة ان سمبولة الامح دي رمز للكنيسة يعني تصور سمبولة الامح كده كل حبات الامح اللي فيها هي انا وانت وانت اعضاء الكنيسة كل عضو عبارة عن حبة من اللي في السمبولة دول بناخدهم ونتحنهم مع بعض نعمل منهم الدقيق اللي بيصنع منه الاربانة اللي هتبقى بعد شوية في القداس جسد المسيح فكلنا اعضاء في جسد المسيح والكنيسة كلها قال عنها الكتاب المقدس انها جسد المسيح وعشان كده ما بنستعملش نوع تاني من الدقيق الا دقيق الامح فالميا ونحط عليه دقيق الامح كمان بنضيف على العجينة دي الخميرة بنحط على العجينة خميرة لانه السيد المسيح لما اسس سر الافخارستية استعمل خبز مختمر في تأسيسه لسر الافخارستية استعمل خبز مختمر فاحنا كمان بنحط خميرة على العجين بالاضافة الى انه الخميرة دي هي رمز للخطية اللي حملها السيد المسيح في جسده على الصليب وزي ما الخميرة بتموت لما تخش الفرن من نار الفرن الخميرة تموت هكذا الخطية ماتت في جسد المسيح على الصليب ولهذا السبب حصل الفداء وحصل الخلاص للبشرية كلها اي عجينة احنا بنستعملها في المعجنات بتاعتنا ما نجي نعمل بيتزا ولا قرس ولا نعمل حاجة اي عجينة احنا بنستعملها في الطعام العادي بتاعنا بنحط عليها ملح ليه؟ عشان الملح بيدي مزاق حلو للطعام وكمان الملح من الوسائل اللي بنحفظ بيها الطعام من الفساد لكن لما بنيجي نعمل عجينة الاربان في الكنيسة ممنوع نضيف ملح تقول لي ليه؟ اقولك لانه السيد المسيح من نفسه حلو مش محتاج حاجة تحليه هو نفسه الابرع جمالا من بني البشر هو نفسه حلو بدون اضافات والحاجة التانية انه هو من ذاته غير قابل للفساد نتيجة اتحاد جسده بلهوته فهو غير قابل للفساد فاذا الملح ملوش استعمال فيه عجين الاربان وممنوع ان احنا نضيف على عجين الاربان ولا ملح ولا سكر ولا مكسبات طعم ولا الوان طبيعية ولا اي حاجة غير المياه ودقيق الامح والخميرة اثناء صناعة او عمل عجين الاربان واستكمال خطوات صناعة الاربان بنصلي سفر المزامير كله مية وخمسين مزمور وقت صناعة الاربان لازم نصليهم سواء يدوي بقى بنصليهم من السفر المزامير او سواء فيه بيستسهلوا ويشغلوا المزامير مسموعة في مكان بيت لحم ايا كان الطريقة المهم ان المزامير لازم بتقرأ لان فيها نبوات كتير عن السيد المسيح عن تجسده وعن مراحل حياته وبعد ما بنجهز العجين بتاع الاربان بيتم تقريسه يتعامل قطع والقطع تبقى قرس تتبطط على شكل القرس ده باستعمال الطوق زي ما قلتلكم تتبطط على شكل القرس واللي فيكم خدم في خدمة الاربان وعمل اربان وهو صغير علمونا كده ان احنا لما نيجي نقرس او نبطط الاربانة تبقى براحة اليد دي نبططها براحة اليد عشان تطلع الاربانة سليمة ومتساوية وعشان مبقاش فيه جوه فراغات او هوى في الاربانة فليها طريقة كده بيتعلمها اللي بيعمله او بيشتركه في خدمة الاربان يطلع الاربانة بشكلها الصحيح المدور المتساوي ويسبوه مدة كافية عشان يكتمل الاختمار بتاع الاربان وبعدين يخبز في الفورد ويطلع الشكل النهائي للاربانة دي هي دي الاربانة اربانة الحمل اللي بنستعملها في القداز بتاعنا عبارة عن خبزة مستديرة مستوية عليها ختم عليها ختم ايه هو الختم ده خلينا نتعرف عليه بنعمة ربنا الحلقة الجاي اما الى هنا فقد اعننا الرب الذي له المجدد دائم الى الابد امين ترجمة نانسي قنقر